في عهد عمر أيضا رضي الله عنه لما مر ببيت وجد امرأة لوحدها في الليل فقالت تطاول هذا الليل واستد جانبه وارقني ألا حبيب نلاعبه فوالله لو لله أني أراقب ولا حركة من هذا السري جوانبه عمر رضي الله عنه يقول الفراغ للرجل غفلة وللمرأة غلمة غلمة معناها أنه يثير شهوتها فإذا كان الفراغ يسبب لك مشكلة أو يدلك على الشهوات املأ وقت فراغك بما يدلك على الخير أو املأه بالمباح بالنافع مارس رياضة اشغل نفسك بمحارة تعلم مهنة يقول هي نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيلة فهي بدأت من الأول وانتهت إلى هذه المسلمة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حياتي الله أبو حسان في حلقة جديدة متجددة اليوم الحلقة ساخنة شوي هي عن سؤال الشهوات لماذا نفرد لها حلقة كاملة طبعا أن الإنسان ونفس البشرية الله جلعلا منذ أن خلقها ركب فيها هذه الغريزة الغريزة اللي هي الشهوة وذكر العلم مقيم رحمه الله وغيره عدد من المقاصد لهذه الشهوة التي ركبت في الإنسان وهذا الفعل الذي يعني يصرفه إما بالزواج أو بغيره فذكر أن القضية الأولى اللي يتعلق بها مقاصد الغريزة المركبة في الإنسان اللي هي الشهوة استمرار النسل ودوام الجنس البشري أيضا أن خروج هذا الماء من الرجل هو نوع من صحة البدن لأن احتباسه قد يسبب لمشكلة في نفس الوقت أن فيه نوع من الاستمتاع واللذة التي أباحها الله جلعلا للبشر في حدود ما رسمته الشريعة لأن سيأتي معنا ذكر الله جلعلا والذين هم لفروجهم حافظون في سورة المؤمنون إلا على زواجهم أو ما ملكت إيمانهم فالأصل أن المصرف الصحيح لهذا الغريزة التي ركبها في الإنسان الزواج أو من كل يمين واليوم لا يوجد إلا الزواج وهذه الغريزة التي ركبها الله سبحانه وتعالى في الإنسان قد يتساءل الإنسان ليش الله جلعلا ركبها فيه طيب أنا ليش أعاني من هذه القضية إذا جاءتني كيف أفعل وأسئلة كثيرة تدور حل هذه الغريزة لكن هذه المقاصة توضح فكرة لماذا نتحدث عن الشهوات الأمر الثاني أن اليوم أصبحنا في زمن الصورة الصورة بكامل تفاصيلها سواء كانت فيديو وغيرها لم يسبق يبدو في التاريخ البشري أن مر مثل هذا الحجم الهائل من الصور والفيديوهات وكل ما يعرض في الإعلام مما يفتن الناس يعني اليوم حتى لو تبحث عن مقطع قرآن في اليوتيوب ممكن يطلع لك شيء مخل أو تبحث عن أي مقطع حتى لو جيد هذا السيل الهادر من الصور يجعل هذه الغريزة تتحرك عند الإنسان فما هم من نتحدث عن هذا الموضوع قضية ثالثة أو أمر ثالث مرتبط بها اللي هي قضية الحرب الإباحية اللي موجودة اليوم خلال المقاطع من خلال الأفلام من خلال شركات خلفها يعني تدفع في إحصائيات مرعبة صراحة حول هذا الموضوع كم يدفع بعضهم في بعض الدراسات تقول أن يدفع في الساعة مليار دولار من أجل هذه القضية عدد الأشياء الموجودة كل هذه يعني تجعل موضوع الشهوات موضوع اليوم حاضر عند الناس عند الشباب عند الفتيات فلابد من الحديث عنه كأن يعني بهذه المقدمة يعني تحصر الشهوة في غريزة الجنسية هل ممكن في شهوة جاه شهوة يعني أقصد إيش الفرق إيش معناها بشكل تفصيلي أو دقيق وإيش الفرق بينه وبين الهوى هل هي جزء منه محرق له أو غريفة له أحسن تقول الشهوة هي الرغبة الشديدة أو هي ما يشتهى من الملذات وبعضهم يرى أنها على نوعين شهوات مادية وشهوات معنوية الشهوات المادية هي مثل غريزة الجنسية أو كما ورد في كتاب الله الكريم زيين للناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطين والمقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة لأنعم الحرث ذلك متاع الحياة الدنيا هذه كلها متاع وشهوات حسية الشهوات المعنوية أو الملذات المعنوية مثل حب الجاه والشرف والمكانة وغيرها هذه تراها شهوات وقد تأتي يعني وكلها تمرض القلب لذلك يتحدث الناس أن أحيانا الشهوة تختلف من شخص إلى آخر أشياء يستمتع بها يستلذ بها بل أحيانا في علاج بعض الشهوات المادية يقولون فكر في شهوات يعني شهوات معنوية مثلا أنت قد تستمتع بهذا الشيء ممكن تستمتع بالمعرفة الآن أنا شخص أحد الأشياء اللي يعني توقعني في هذه الشهوة أني فاضي مثلا أو أني أستمتع بهذا الشغل أستمتع بنظر للمقاطع المحرمة يقولون حاول أن تجعل متعتك ولذتك في القراءة مثلا في المعرفة ترى في ناس يستلذ بها يستلذ بها كملذة يعني فهذا يعوض هذه المشكلة عندك لأن الجسم يفرز هرمون كل ما شاهد مقطع فأنت ممكن تجعل ملذاتك ببداء الأخرى مختلفة من هالمعرفة أحسنت أمرنا بالعزيز لكلمة جميلة يقول ألذ عيش تكلم عن الملذات ألذ عيش هو شي تحبه وافق طاعة تخيل يكون أنت من الأشياء اللي تشتهيها وتحبها شي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرباه يعني قضية الملذات هي أنواع وتدور في هذا الفلك ويمكن يعني تعويضها بأشياء مختلفة لعل تحدث عنها إن شاء الله طيب تختلف المراحل العمرية يعني ملذات الصغيرة عن ملذات الكبير الشاب أم الملذات واحدة لكن كمية الاندفاع تجاهها مختلفة من عمر لعمرية طبعا تختلف بحسب الأعمار وأيضا بحسب الأهواء والرغبات والتفضيلات عند الإنسان في ناس شاريه تجاه المال في ناس شاريه تجاه الجاه في ناس رغبة الجنسية أعلى عندها في ناس محبتها للخيل في ناس محبتها للأبل مثلا يعني في ناس يقول لك أنا أحب الأبل كمتعة يستلذب رؤيتها والنظر إليها والجلوس معها في ناس يقول نشي يسوي هذا والعكس الخيل مثلا فهي تختلف باختلاف تفضيلات الشخص وبيئته وتجربته وعيشه وما يغذي هذه الشهوة عنده في محيطه فتجد مثلا أهل البادية يفضلون كذا أهل الحاضر يفضلون كذا أهل المدينة يفضلون كذا لكن تبقى أن في ظني الملذات المعنوية الحسية مثل غريزة الجنسية هي يشترك فيها الجميع بشكل مباشر يعني بحكم أنها غريزة مركبة في الإنسان ولذاك لو قشرنا هذه الملذات وركزنا على مثلا الغريزة الجنسية باعتبار أن مخاطرها أكثر من مخاطر الثاني الثاني راح نقول الاتزام فيها مطلب وجودها في حياتك ترى يعني وجود الملذات النافعة في حياتك يقيك مستنقعات الرذائب يعني إنسان ما يعيش من أجل قضية معينة من أجل رسالة قضية قد تكون أن يحب يطلع للبر ترى ترى هذا الشغف تجاه البر مثلا الروحات الكشتات ترى يقيه من أشياء كثيرة كثيرة عمر رضي الله عنه يقول الفراغ للرجل غفلة وللمرأة غلمة غلمة معناها أنه يثير شهوتها جالسة يثير شهوتها طيب أنا هنا أقرأ أقول طيب أول ما عندهم شيء يعني صلوا المغرب كل شيء ينتهي الحياة الاجتماعية يعني ظلمة وجلسة وما يسهرون أصلا وين الذي أجل شواء بعنا الآن لما يكون واحد فاضي رجل أو امرأة كان ولذلك انشغال هذه الرحة بطحن شيء أفضل من أنها تبدأ تطحن ما هو سيء ويلتهم إنسان ذلك المطحون لذلك عمر أيضا يقول إني لأكره أن أرى الرجل سبهل لا فارغ من أمر دنيا أو دين ذلك في عهد عمر أيضا رضي الله عنه لما مر ببيت وجد امرأة لوحدها في الليل فقالت تطاول هذا الليل واستد جانبه وارقني أن لا حبيب نلاعبه فوالله لو لله أني أراقب وليحرك من هذا السري جوانبه فطوال الليل يعني بمفردها وبفارغة فتحرك هذا الأمر عندها فكيف عمر يعني انتبه لهذا ثم أمر بعودة يعني أن لا يتأخر الجيش أكثر من السيدة الأشهر لما صبر كم تصبر المرأة أكثر عن زوجه فالفراغ لا شك أنه أحد الأشكلات الكبرى التي تسبب الشهوات لا شك أن الانصراف إلى المباحث مثل الطلوع للبر وغيرها قد يخفف هذه القضية وأحيانا قد يسبب المشكلة فأحيانا تحتاج إلى فقه نفسك من أين تؤتها فتعالج هذا الأمر بس أهم شيء لا تفضي يعني ليش أنا ابن القيمة مجاية أتكلم وطبيب في هذه المسألة صراحة مجاية أتكلم عن قضية عشق الصور وذنب الهوى وغيره وكذا قال أن الإنسان أن إبليس يرمي القلب الفارغ بقوس الصور يرميه أو شيء يصيد بالصورة فإن صادف قلبا فارغا تمكن ولذلك القلب لفتها قبل أن أعرفه الهوى أي لما يكون قلب فارغ فهو يحتمل أن يقبل نعم يقبل المحل يكون قابل ولذلك إشغال نفسك لذلك مثلا من الأشياء التي تعين العشاق مثلا يعني أتلفه العشق حالس عارف يقول أنا عايش بطريقة خطأ وإيش الحل؟ أدخل زاحم قلبك باهتمامات أخرى شوي افتح نوافذ تعفن تعفن الهواء اللي بالداخل لأنه ما فيه إلا شخص واحد فتبدأ تفتح يعني أقصد قضايا أو اهتمامات أخرى محبوبات ملذات أخرى عشان شوي تصرفك وتجعك ترام الحياة بكامل تفاصيله بالمناسبة من قيمة رحمه الله له كتاب أصلا في هذا الباب واستحق القراءة والمدارسة والنظر فيه وتكرار النظر وهو أصلا إجابة على سؤال حول الأشق سأل شاب أني عشقته كذا فأجاب فيه كتاب اسمه الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ففصل في هذه القضية بشكل طويل وتكلم عن أثار الذنوب المعاصي كيف يمكن أن يكون لها أثار أثار الشهوات فقراءة هذا الكتاب مهمة جدا في علاج الشهوات الشاب الآن في هذه الموحة أبو حسن في هذا العصر ما الدوافع التي تجعله يعني يجعل ملف اللذة عندها ضخم طبعا قضية القضايا اليوم في يعني استدلاب الشهوات للنفس أو إثارتها أو انتشارها بين كثير من الشباب وهي يعني تساهن كثيرا فيها وهي قضية إطلاق البصر لأن إطلاق البصر يعني النظر في كل ما يقع عليه عن الإنسان هي منفذ للعقل لأن أصلا الإنسان هو عبارة عن مثير واستجابة فأنت لما ترى هذه تثير النوازع الداخلية عندك فتظهر الاستجابة والناس في استجابتهم بحسب تحكمهم وعقلهم وقدرة على ضبط نفسه فاليوم مع الانفتاح الموجود اليوم في وسائل التواصل مع الانفتاح الموجود في الثقافي أيضا تشوف ثقافات مختلفة تشوف مواقع مختلفة تشوف أشكال مختلفة صور مختلفة مع وجود الشركات التي تروج لهذه الصور والجذب الناس والمستهلكين أصبح الناس يتساهنون في إطلاق البصر وهو يعني السبب الأول لإثارة هذه الشهوات عند الإنسان بوابة الزنا يعني هو هو البصر عده عده الغزالي رحمة الله عليه عده من كبائر صغائر كبائر صغائر لأنه مفضي إلى الزنا هذا إطلاق البصر مش البصر ليست النظر الواحدة لا هو إطلاق البصر نفسه سلم قال ليس لك إلا الأولى واحد من الشاب قلت له يصف امرأة قلت له ما يجوز يا بس النظرة واحدة قال لي بس أنا ما عدتك كده واحدة كده مركزت يقول وشفت كل شيء الغزالي يقول هي هي نظرة نظرة ثم خطرة يعني كنت أنت الآن نظرت خلاص ورحت هي بقت في عقلك هنا الإشكال بقت في عقلك ماذا تفعل في هذا العقل تغير من المعايير حكمك على أجناسها شفتها مرأة رفعت معاييرك ترى ممكن ما عاد يرضيك شيء لذلك بعض الشباب اللي يعيش في بيئات مختلطة كثير يجد صعوبة في أنه يجد امرأة تملع عينه لأن المعايير ترتفع يلقى في هذا شيء يلقى الثاني شيء شيء فيريد كل هذه الكمالات المبثوثة في مجموعة إنسان أن تكون في إنسان واحد فلا يعجبه شيء يقول هي نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة فهي بدأت من الأول وانتهت إلى هذه المساعدة والله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم شوف يعني تكلم عن حفظ الفرج أي سببه هو يعني يعني غض البصر هو سبب في حفظ الفرج ذلك أزكى لهم يعني أزكى أزكى كلمة ترى أطيب وأجمل وأرقى لك يعني أزكى لك إنك ما تقع في هذا المستنقع هذه الرذي لأن ترى الشهوات اللي يدخل فيها يصبح في وحل يريد أن يطلع بس ما يقدر يعني يجد أن يعني أرجو لها داخل هذا الوحل أي منطقة وتجذب إلى الأسفل كل ما دخل جذبتها الأسفل كل ما أراد عادتها مرة أخرى لذلك من أعظم الأسباب هي يعني إطلاق البصر أو قبل قليل تكلمنا عن قضية الفراغ الفراغ من أكبر الأسباب التي تدعو إلى الشهوات إن الفراغ والجده مفسدة للمرأة مفسدة الإنسان لا يبقى فارغا مهما كان ومهما حصل أيضا تساهل في الصغائر والمحرمات النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم محقرات الذنوب لأنها تستمع على المرأة حتى تهلك بعض الناس يقول بس هذه بس الفكرة ذي الذنب هذا المعصي ثم تبدأ يعني تتكاثر عليه حتى تهلك أيضا في قضية مهمة اللي هي الصحبة السيئة أحيانا تجد شاب في بيئة طيبة وتربي تربية جيدة لكن يجيه واحد يقول أشوف كذا طالع كذا خذ المقطع الفلاني انظر إلى الفيلم الفلاني فيجرعه والصديق يعني له أثر كبير على الشاب أو الفتاة أي أن كان من القضايا التي قد تتعجب منها ترك الصبر الإنسان ما يصبر وبن تيمي رحمه الله تكلم عن هذا يتكلم أن الفتنة تكون بسببين إما من ترك الحق وإما من عدم الصبر وترك الحق يكون من عدم اليقين وذكر هذا هذا هي فتنة الشبهات ذكر فتنة النوعين فتنة شبهات وفتنة شهوات فتنة الشبهات تكون من عدم اليقين وفتنة الشهوات تكون من عدم الصبر لذلك قال الله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فإذن الصبر يعني مهم جدا لعدم الوقوع في الشهوات في قضية أيضا مهمة من أسباب الوقوع في الشهوات اللي هي الإعلام هو ما يعرض فيه اختبار المارش ميلو المشهور هذا اللي جابوا قطعة مارش ميلو حلى للأطفال وقالوا لهم اللي ياكلها الآن ما للشيء واللي بيصبر راح نعطيه فلاحظ الآن أن التعامل مع الشهوة أو الرغبة أو الاندفاع هذا الكوابح حقته الصبر تصبره مختارا لأنا سأترك هذا من أجلي أن أأخذ جائزة أكبر فأترك القطعة عشان أخذ قطعتين استحضار الثواب دائما استحضار العقاب يجعل الإنسان فعلا يحسبها ثم يصبر بإذن الله تعالى بس هو تعليق على كلامك أنه فعلا أن هذه مثلازمة مع هذه قضية الصبر وقضية فلاحظ يكون عند الإنسان يقين أنه سيحصل على ثواب أو عقاب يقين هذا اليقين يرفع عنده الصبر على الفعل أو على الترك السبب اللي بعده اللي هو الإعلام الإعلام هو ما يعرض فيه أحياناً يعرض في أفلام وسلسلات في مقاطع في منصات الموجودة تغذية لهذه الفكرة الشهوات أحياناً قصص الحب وقصصة فكرة فيلم ومسلسل تدور حول الشهوة ترويج لفكرة معينة من الشهوات أحياناً يعرض فيها أشكال مختلفة ويستخدم فيها نظريات في علم النفس لتحريك هذه الغرائز عند الناس فهذا المتابعة المستمرة لهذه الإعلام وما يعرض فيه لا شك أنه سبب كبير لإثارة الشهوات لأنه هناك ذلك يحتاج الإنسان أن يعرف كيف يتعامل معه كيف يتعامل مع هذا الإعلام كيف يتعامل مع المنصات مع التطبيقات إما يشترك إما يعني يلغيها بتطبيقات إما يخفف بالنظر إليها يكون واعي لما ينظر إليه حتى لا يكون فريسة لإثارة الغرائز بشكل مستمر لأن أحيانا الإعلام يقدم المتحة بصورة قصة سيناريو فأنت تندمج في القصة وهناك تمرير لفكرة يراد غرسها في ذهنك بشكل مباشر ممكن ما تتقبلها وهذه خطورة الإعلام ما يطرح فيه أنها تطرح مرة بعد أخرى أو التعرض المستمر هذا يغير عندك هذه الفكرة أو يرسخها في ذهنك تأتي وقت وتقول ليش ما يشوف ليش ما يجرب ليش ما يصير كذا فهذه من الأسباب الخطيرة جدا شوف من الأشياء الآن عندك الثنائية ثنائية القلب والعين القلب والنظر إذا فسد القلب حرك البصر ينسان يروح ما شاء الله تشوفه في السوق مع زوج تمنزل رأسه ما ينظر في أحد خاض بصر المرأة خاض بصرها القلب هنا سليم فالقلب يتحكم في البصر ولكن أيضا هذا البصر إذا بدأ يلقط لقط لقط أفسد القلب فإذا اتفق على وجهة واحدة كان هناك التركيز العالي على هذا الشيء بمعنى أن أن القلب كان كويس والبصر أطلق بعدين ألف 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 فأفسد القلب فالقلب أصبح بدل ما ينكر أصبح يدعو ويبحث وفخلاص صارت القلب يوجه ويدفع والعينين تنظر خلاص الإنسان صار هنا أسير لهذه الأشياء لذلك اشتر عثتك بمعنى زي ما ذكرت قضية فيه تطبيقات يا خي تمنع عنك بعض بعض الدعايات يعني اللي صراحة يعني واضح فيها أن التسويق من خلال الإباحية أصبح الإنسان عندهم سلعة يعني تعرض الأجساد تعرض حتى أصبح تستخدم حتى في تطبيقات مثل سناب شات وغيره يسوق سناب شات يقول للمشاهير إذا أردت أن تصبح ترند أو دائما في أعلى الحسابات لابد أن تضع صورة مخلة أي هذا يذكرون كثير منهم أو صورة ملفتة أو صورها فأصبح الإنسان بلا قيمة بلا كرام إنسان يمتهن الجسد هذا أصبح سلعة ممكن أضع صورة لفكرة معينة جسد معين يبدأ الإنسان يظهر مفاتنة أمام الناس من أجل الحصول على المال أو من أجل الشهرة أو من أجل يعني لأسباب حتى مادية أو دنيويها هذه من الأشياء التي بدأت تنتشر بين الناس وأصبحت جزء من أسباب وقوع الناس في الشهوات من الأسباب المهمة جدا حقيقة في ظني وهي من أهم الأسباب هي قضية تنشئ الأسرية الإهمال الأسرة في الصغار وعدم تربية الأبناء بشكل جيد على الإيمان واستشعار الإحسان والمراقبة وترك أيضا الحبل على الغارب في وسائل التواصل والإعلام خلى مفتوح خلى يلعب خلى يشوف دون قيود وهو في سن صغيرة يعرض إلى أشياء قد تبقى في ذهنه أو تبقى راسخة في عقلي وفي ذهني يأتي يوم يبحث عن هذا أو صيبه فضول من أجل أن يقع في المحرم أعرف أن الواقع صعب وأن المغريات كثيرة وأن الفتن متكاثرة أمام الناس وأن الوالدين قد ينشغلون بأشياء كثيرة وأنه يصعب المراقبة فنحن في زمن يعني المناعة لا المنع لكن لا يعني هذا الاستسلام لا يعني استسلام إذا رأى الله منك صدقنية في البحث والجهد والاجتهاد في التربية والمحافظة سيبارك الله في هذا الجهد القليل ومن يتصبر يصبره الله أؤكد على قضية الاستشعار مقام الحسان إحنا فينا الكبار أترك عد عياد وما بالك الأبناء مثلا الإشكال وين أن الإنسان أحيانا للأسف تجده يغلق المقطع أو يغير من ذنبه من جلسته من أي إمكان ليس لأن إيمانه تحرك وليس لأن ضميره تحرك وليس لأن قيمة تحركت ولكن لأن باب الظرفة من الهواء تحرك طيب إذا أنت عارف أنه غلط يا أخي ترى الآن أنت خايف من واحد بيجي يشهد عليك شهادة سيئة ويعرف عنك شيء سيئة ترى شهودك منك وفيك وعليك إذا لك الإنسان مهما يعني حاول أنه يستطر هو لا يستطيع هو الشهود منه وفيه وعليه سمعك وبصرك وجلدك ويدك وكله بيشهدون عليك أنت خايف أنت خايف من هذا اللي جاء مع الباب أنه يشهد عليك ولا يشوف سوء لا يا أخي أنت أو شيء يا أخي استح من الله سبحانه وتعالى استح من الله استحبار النعم اللي أنت فيها ترى كفيل استشعر حقيقي كفيل بأنه يردعك يا أخي كفيل يعطيك بصر عشان إيش يعطيك يد تحركها عشان تشوف ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى استحبار النعم أن تردد في داخلك من كل قلبك ربنا أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك استشعار عظمة الله عز وجل ودقة الحساب هذا كله أيضا يخليك تستشعر هذا لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم يعني أنت المستتر ترادل ويشهدون عليك ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون الفكرة اللي ذكرتها سابق قضية اليقين لو عندك يقين ترى ما ظنيت أنك الله بيدري ولا ما يدري الله بحسب فغياب اليقين غياب مقام الإحسان إذا أنت ما ترى الله أن الله يراك هذا يجعل الإنسان يستسل ويستبيع كثير من الأشياء لا شك طبعا تنمية هذه الرقابة عند الأبناء أو في النفس قبل الأبناء في نفسك أنت كشاب أو كإنسان أو كبشر تنمية هذا المفهوم الإحسان أن الله يراك في كل حوالك ويراك في مهما كنت في أي مكان لا شك أنها ستردع الإنسان كثيرا يعني تعبد الله كأنك ترى كأن يشاهدك لذلك بعض السلف كان يربي ابنه من صغري كان يقول قل الله شاهد عليه الله يراني هذه حتى تنمي في هذا القضي يعني هذا المعنى من صغري وهو معنى لطيف أن الإنسان يربي نفسه على الإحسان ما استطاع إلى ذلك نعم من الأسباب أيضا من أسباب البيئة المحيطة بالإنسان يعني أحيانا أقارب أبناء خالة أبناء عمّة في مدرسة يغذون عندك هذه الفكرة باستمرار أو يتحدثون أحيانا حديث من حولك يرغبك في خلني شوف أشياء قال والله أمس قالوا كذا في الجسر في الأنية قالوا كذا لا يعني لا تكون يعني حشا لهذه الدرجة هو يعني يذروك الرياح في أي مكان يعني الناس سهل أن يلعبون بكيميا يعني أنفق الواقع الشيخ الحكم على الشيخ فرعان تصوره بعض الناس يقول أنا أدخل هذه الأشياء عشان يكون واعي تلقاه يعني في مقام التربية عشان يكون واعي طيب أنت يعني في الأخير الوعي له حدود وثانيا في أشياء ما يحتاج أنك تشوفها حتى تعي بها أنت ممكن تعرف أسبابها أو علاجها دون أن تقع بها وإذا كان هناك متخصص لدراسة فهذه حالة يسيرة لأشخاص معينين يكون لهم حكم استثنائي وليس أصل لكن تتبع هذه الأشياء بعدين لا تنتهي يعني الواقع لا ينتهي من المشكلات والأحداث والقضايا فما توقع أنها حجة يعني مقنعة مقنعة لمن يشاهد الأسباب الفضول نعم قد يكون يعني طبعا إنسان ترى عنده حب الفضول هذا يعني حبي يشوف حبي يجرب حبي يطلع لكن يعني لا سيما أن اليوم تويتر تشوف أشتاقات تدخل سناب تشوف أشياء تدخل إستجرام هذا الاعتراض المستمر يقول إنسان خلني أشوف خلني أجرب وحقيقك يعني كذا وحد يعني تواصل معي في إنها بدايتها بتجربة أو بفضول يعني أحب أشوف لا يكون فضولك على حساب دينك من الأسباب النوعيات أكل معينة ممكن سعرات حرارية نمط معيشة وتغذية معين يستثير في الإنسان أو الشاب لكن ذكروا من الأشياء أن مثلا يعني ما الذي يؤكل في آخر الليل السعرات مدري إيش علشان ما يستثير عندك شهوة معينة أو طاقة معينة هو فعلا فيه أكل يعني ينمي جانب الشهو فيه أكل قد يخفف منه يعني لكني لا أستطيع أذكر ولكن يلفت الانتباه لمثل هذا يعني لذلك أصلا في العلاج سيأتي وجاءة في الشرع الصوم جزء من الصوم تضيق هذه مجال الدم عند الإنسان حتى يضيق الشيطان وأيضا البدن ما يستثير هذا لأن الإنسان إذا جاء ما يفكر له في الجو يعني ما يفكر في غيره طيب دامنا دخلنا على العلاجات ما المقترح من وجهة نظرك لا شك أن غض البصر هذا قضية مهمة جدا هو الإنسان قد ينسى لكن يذكر نفسه باستمرار بغض البصر قول المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم غض البصر استشعاره بشكل دائم ومستمر كل يوم ذكر نفسك بقضية غض البصر اثنين ترك الخلوة يعني لوحدك إذا كان الفراغ وإذا كان الفراغ يسبب لك مشكلة أو يدلك على الشهوات املأ وقت فراغك بما بما يدلك على الخير أو املأه بالمباح بالنافع مارس رياضة اشغل نفسك بمهارة تعلم مهنة املأ وقت فراغك بما يحسن قم بحاجات الأهل كل ما يمكن قضاء به الوقت يعني لا سيما إذا كان في طاعة ثم على الأقل مباح إذا لم يكن هذا سيكون أحد أسباب العلاج من شغل قبل أن تشتعل يسر لا حزب نازل تنشغل من المسائل من المسائل في هذه في العلاج التعبدات لذلك الله الرجل على قال أخلف من بعد مخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير إضاعة الصلاة قد تكون سبب يعني في في دخولك في وحل الشهوات فالمحافظة على الصلاوات ومجاهدة النفس على الخشوع فيها والطمأنينة هي من الأسباب التي تقيك عن ذلك إذا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا صليت صلاة حقيقية وجاهدت نفسك عليها ستكون بإذن الله أحد أهم العلاجات لك بل أعظم من هذا في الحديث يعني أذكر هذه سمعتها من أحد الفضلاء في الحديث قال ما من عبد يذنب ذنبا فيصلي ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه إلا غفر الله له فكان يقول إذا وقعت في ذنب من ذنوب الشهوات أو في غيرها صل ركعتين وجاهد نفسك ألا تحدث فيه ما نفسك ستصعبها في البداية لكن مع الوقت الشيطان سيصدك عن هذا حتى لا يقفر لك ذنبك لأنه يقفر لذنبه إذا لم يحدث فيه ما نفسه فالصلاة عموما المحافظة عليها الخشوع فيها صلاة ركعتين في حال الوقوع في ذنب سواء نظر سواء وقوع في شيء محرم أو في شهوة أو غيرها من الأمور من المسائل كما ذكرت الصوم يعني كما قال نفسه سلم لا شك أن الصوم له مزيح ولا ذكر في الحديث إلا لهذا السبب يا ما شر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج يعني هذا أيضا أحد العلاجات اللي هو الزواج والتبكير به وعدم تأخيرة ومدام إنسان مقتدرا جسديا وماليا فليستعم بالله ولا يعجز ولا يستسلم للإشكالات الموجودة حول الزواج عندنا اليوم من تأخيرة وغلاء وهذا صراحة على المجتمع ككل وعلى مؤسسات وغيرها يعني محاولة الإسهام في حل قضية الزواج ممكن يرجع أيضا في نفس الموسم الأول تحدثنا عن الزواج أي حسنت أي هاني العبد القادر عنده بعض الأطروحات فيما يتعلق بالزواج المذكر الزواج عنده البلو حسنت عنده حساب عنده مقاطع جميلة جدا ممتاز ماذا أيضا من الأسباب الصوم من الأسباب القطع المنافذ التي تؤدي بك إلى الشهوات يعني واحد نقطة ضعفك دخولك تويتر نقطة ضعفك دخولك اليوتيوب نقطة ضعفك بقائك منفردا نقطة ضعفك مثلا ذهابك إلى السوق اقطع هذا تمام ولا تتساهل فيه ولا تتردد مهما ظهر لك من المصالح في دخولك فيه حاول أن تقطعه أو لا تدخله إلا بوجود آخرين معك تستحي منهم قبل المنافذ أيضا مهم من أعظم المنافذ اللي هي إيقاف الخواطر كما ذكرت قبل قليل الإنسان ترى كثير من السلوكيات التي يعني تنتج عنه إنما هي بدايتها خاطر إذا لك من قيم رحمه الله تكلم عنها قضية أن الإنسان يوقف الخاطر ولا يسترسل معها والإنسان ترى بشكل يومي يعرض عليه خواطر فاسدة خواطر سيئة بعض الناس يقول يا أخي أنا معرف أفكر لك إذا أو هذا تفكيري أو هذا طريقتي أنت أبدلها بأفكار حسنة وما ليست الإشكال قد لا يحسب الإنسان على الخاطرة الإشكال وين الإشكال في الاسترسال مع الخاطرة يعني في واحد يقول أن تستثيرني أنا أبدأ في جلكم الله العادة السرية لأن يستثار يا أخي أفكر أفكر فيقول الله لا يلومني على التفكير يعني شوان أنت ما تفكي مي بخاطرة أنت جبت الصورة حولتها 3D فصخت البني آدم وقعدت تسوي وضعيات وشغلة وتقول لي خاطرة أي خاطرة والشكال في الاسترسال مع هذه الخاطرة كيف يقدر يقطعها على طريقين مثل ما ذكر من قيمة رحمه الله وغيره لقضية التفكر في آلاء الله يعني تفكر في الكون في مخلوقات العبادة التفكر بكل ما فيها الثاني شهود منة الله إليك أنت كإنسان كما نعم الله عليك من النعم كما ذكرت قبل قليل السمع البصر التي أعطاك هذه الأعضاء القوة التي أعطاك لا تصرفها فيما يحرم الله سبحانه وتعالى وأيضا من الوسائل التي ممكن تعين فيها أن تبدلها بخواطر جيدة في مستقبلك ماذا تريد أن تفعل في اهتماماتك في شوف وين اللي الخاطرة أو العقل مثل قمة جبل لا تتسع إلا لواحد فإذا جاءت فكرة زاحمها بأختها فإحنا نقول من البداية أصلا لا يقعد فيها القمة هلا شيء زين تفكر في أهل ألا شهود نعمة مهارات الاهتمامات طيب أنا الآن وقعت أنا الآن قاعد أفكر غلط أنا الآن مسترسل هل أدافع الخطرة بخطرة أغير مكاني أتحرك ممكن ذلك وش الحلول اللي ممكن نحن نسويها يعني مقاومة هذه الخاطرة الملتهبة جميل في قضية مهمة جدا ترى الإنسان بطبعه هو معرض للخطأ معرض للنقص ومعرض للقصور قد يزل لكن طبعا فيه شيء ابتدائي قبل وقائي فيه شيء علاجي وفيه شيء بعد فالوقائي يعني ممكن تحدثنا عن جزء من ممكن تحدث عنه بعد قليل لكن الآن في الأفكار وقعت في هذه الأفكار بدأت استرسلت يعني إذا كان الشيطان جاءك في الصلاة فقلت إذا وسوس لك الشيطان فقل أعوذ بالله وتنفذ عني سارك ثلاثا هذا هو في الصلاة يعني جاء الشيطان أنت ممكن تستعيد بالله وتنفذ وتقوم تغير مكانك تنشغل بما هو مفيد تخرج من الغرفة يعني تفكر في شيء عندك غدا أو بعد شيء مهم يعني المقصد أنك تغير حالك التي أنت عليه بعد أن تستعيد من الشيطان لا تسترسل مع هذه الفكرة وتستسلم لا تكون ضعيفا إلى هذه الدرجة يعني لا تكون ضعيفا إلى درجة أنك لا تستطيع أن تتخلص من فكرة هذه وهي فكرة يعني أسرتك فكيف إذا كان فعل عادة عندك فأتوقع أن الأفكار ليس صعبا التعاون معها الإشكال في العادات التي تكونت لأنهم أصلا يقولون راقب خواطرك فإنها تصبح أفكار وراقب أفكارك تصبح سلوكيات ثم تصبح عادات ثم يصبح تخلص منها فأنت راقبها من البداية كما يقول علماء الدفع أسهل من الرفع يعني أنت تدفع الشيء قبل أسهم أنك ترفع بعد وقوع فنحن أتكلم اليوم عن قضية الدفع فأظن أنها أسهل من قضية إذا استرسل إذا استرسل يتعوذ ويغير هكذا نعم كما قال من قيمة بدأ كل علم أو عمل خواطر التصورات فإنها تفضي إلى الإرادات والإرادات تقتضي وقوع الفعل ثم قال وقطعها من بداياتها أيسر من قطعها بعد تمامها قطعها من أول شيء من أول شيء أسهل من أنها لما تتحول إلى فعل وعادة وتجي هنا تغالبها تحتاج إلى جهد ما هو جهد إثبات يعني يصبح صعبة لذلك أغلق الصنبور اللي قاعد ينقط من البداية أسهلك من أنك تمسح الأرضية صار فيه بزبوز نقط ومعك منشفة ستظل طول عمرك قاعد تمسح في منشفة لا لا أغلق الصنبور وتهل شغل يا سلام وتبعا لهذه ممكن يأتي التفكر في الآثار ما هي العواقب لتحصل لو قاعد في هذا ما هي الأضرار الصحية الاجتماعية النفسية الدينية التي ستلحق من استلسال في هذه الأفكار من الوقوع في هذا الدم من الوقوع في هذه الشهوة من الوقوع في العادة السرية في أي فعل من الأفعال المحرمة تفكر في العواقب والأثار دائما يحجب النفس لا سيما إذا كان إنسان عاقلا وينظر في عواقب الأمور ويعرف ما هي تبعاتها جيد إنه قضية التفكر في الأثار يليت الواحد يعني يليت إحنا كلنا كمستمعين الآن نبحث عن حديث العلماء والسلف عن شؤوم المعصية بس نقرأ عن شؤوم المعصية المعصية ما الذي يمكن أن تسبب لك في صحتك النفسية أصلاً وعلاقاتك الاجتماعية وحتى دابتك ستختلف عليك يعني إذن لي سيارتك وقلبك ووجهك وكثير من الأشياء ستختلف بسبب المعصية اللي أنت أحياناً ترتكبها ربالك أنك أنت ترتكبها ومحلاً لها أو مستسهلاً لها جيد أن هذا الباب يطرق مرتبط الخواطر بالتفكر والأثار أيضاً في قضية اللي ذكرناها الاهتمامات وأن يكون إنسان صاحب قضية أو هدف يعني وجود شيء في حياتك يعني يشغلك بشكل مستمر هذا يقل الخواطر والاسترسالات لأنك خلاص أنت منشغل بهذا قضية منشغل بهذا الهدف أي أن كان هذا الهدف مباحاً أو يعني غيره يجعل حياتك مليئة بالأحداث والأنشطة التي تسير نحو الهدف الإشكال كثير من الناس يستيقظ في يومه وليلته لا يعرف ماذا سيفعل أنا لا أدعو لست هنا حديث عن تخطيط جزئي ودقيق لا لا أتكلم عن إنسان عنده خضية يحملها هدف يسعى إليه ولو كان مباحاً ولو كان رياضة ترى شوف الرياضيين أحياناً يحافظون على وقتهم صحتهم أكلهم عندهم قدرة تحكم وقضية التي يحملها قد تكون قضية مباحة يعني فكذا إذا كان إنسان يحمل رسالة إذا كان يحمل قضية طيبة وهي مرتبطة أيضاً من قضية الفراغ بشكل أو آخر من المسائل اللايقس والإنسان على نفسه ونظرته لها إذا وقع في الذنب أو وقع في شهوة من الشهوات هناك من يتجه إلى كره نفسها أو ذاتها أو يحتقرها أو يبدأ يفكر بأفكار سيئة من حرارة الذنب وألمه وتكراره يقنط ييأس وهذا مدخل الشيطان مدخل الشيطان أنه يبدأ بتقنيطك وأنت دائماً لأن صراحة هذه الشهوة لا سيما حتى إذا كان مباحاً إذا فرغ من الإنسان يبدأ بشعور غير جيد هذا الشعور يبدأ الشيطان يرسخه في ذهنك تجاه نفسك فيبدأ الإنسان يكره نفسها يكره ذاتها يحتقرها أي منافق يصد ويبدأ الشيطان يخرجه من دائرة الطيبين الجيدين يبدأ يعزل عن الناس يبدأ يسبب لك تئاب يسبب لقلق كلها ناتجة عن هذا في الأخير أنت بشر يعني وآدم يعني وفي مقول لأحدهم يقول آدم خرج من الجنة بسبب شهو وهو أكل من الشجرة فكان أقرب للتوبة للمغفرة فالله جل العلا تاب عليه لكن الشيطان خرج بسبب شبهة وهي قضية الكبر وكان أبعد عن قبول الحق فقد تكون هذه الشهوة سبيلا في يعني توبتك وإنابتك إلى الله وعودتك لكن مقيم رحمه الله ذكر يعني في الدواء والدواء كيف الإنسان بعد وقوعه في الذن قد يكون سببا في دخوله إلى الجنة لأنه يشعر بحرارة الذنب ويتوب ويعود وهكذا حتى يغفر الله له سبحانه وتعالى ربطها باللذة الكبرى وهي الجنة ما عده الله سبحانه وتعالى للإنسان أنا سأصبر في هذه الدنيا عن بعض الشهوات عن بعض المحرمات عن بعض المنقرات حتى أحصل على اللذة الكبرى وما في الجنة من نعيم ولذة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات تذكر دائما أن طريق الشهوات قد يكون طريقي لنا قد يكون طريقي لنا وأن المكاره والصبر وإلزام النفس وإلجامها هي سبيل لدخولك للجنة دائما تذكر هذه أن الله سيعوضك في الجنة سيعوضك في الجنة بكل شيء يجعل هذا شعار لك باستمرار هذه يعني مجمل أشياء علاجات وكان هناك علاجات أكثر من ذلك وأيضا الشريعة لها دور في العلاج في طرح دور وقائي أبو حسان الشريعة كيف ساهمت في ضبط مسألة الشهوات؟ طبعا سبحان الله يعني العلاجات موضوع الشهوات حين يعالج في بعض الديانات قضية الإباحية ومن تحلق بها بطرق مختلفة لكن من كمال هذه الشريعة وعظمها ودائما نحن نقصر في الانطلاق من الشريعة سواء القرآن أو السنة أو الوحي عموما في علاج كثير من مشكلاتنا منها قضية الشهوات لو تأملت يعني كذا لما كنت أبحث قبل هذه الحلقة وجدت يعني كذا محطات من بدء يعني طفولة الإنسان يعني إلى مراحل البلوغ والشباب ما بعدها لإقامة دور وقائي كما يسمى في التربية دور وقائي لحماية هذا الإنسان من الوقوع في الشهوات ابتداء من تربية الطفل على الاستئذان في الدخول على والده ثلاث حورات لكم هذه الثلاث حورات الهدف منها لا يقع على ما يكره إما بتغيير يعني لا يرى الطفل ما لا يكره ما يكره من والده مثلا فهذا ابتداء ثم يأتي بعدها في سن السابعة مروا أولادكم على الصلاة لسابع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع تبدأ هنا في سن السابع إلى العاشرة تفرق مثلا تبدأ بالتفريق بينهم في المضاجع كل هذا حتى لا يستمر للإنسان هذا القضية وهذا الأمر عند البلوق يأتي حديثنا بسيس سلم يعني يأتي غض البصر يقول لهم من يغضوا من أبصالي ويحفظوا فروجهم بعدها بعد مرحة البلوق يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءتها فليتزوج هنا أمر بالزواج كل هذه أدوار تروقائية حتى لاقع في الشهوة طيب ما استطاع أن تزوج فعليه بالصوم طيب ما استطاع أنه يصوم نرجع القضية تغض البصر والحث على أثار هذه الانتشار الفواحش وما تسببه من أيضا العلاجات الوقائية اللا يخلونا رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما أيضا قضية تجنب الخلوة والوقوع في أماكن الفتن وهذه موجودة في نصوص كثيرة من العلاجات الوقائية لعدم الوقوع في الشهوة بيان المصرف الصحيح للشهوة وهو الزواج وذكرناها سابقا لو وقع الإنسان في الذنب كفاحشة الزنا نساء الله يعافينا وإياكم أو غيرها من الأشياء يقام عليه الحد صح قبلها غض البصر لكن إذا وقع إقامة الحد كيف هنا دور وقائي في إقامة الحد بعدما يقول وقع لا من يراه وليشهد عذابه مطائفة من المؤمنين طيب هذول اللي يشوفون ترىها عبرة لهم هذا دور وقائي إن لو وقع من شخص بقية المستمع يعني يتعظون من الوقوع في بعدها الحث على التقوى دائما النساء النساء لا يفعل ما أمر الله جل وعلا وإستنى من المؤمنين كل هذه وهذه ترى إطلالها سريعة والحديث طويل عنها هو الكمال الشريعة في علاج المشكلات منها مشكلة الشهوات وعظم هذه الشريعة لا أشكد بأنها شريعة ربانية وواقعية وشاملة ومتكاملة جاءت بما يصلح للإنسان ولا يمكن أي فلسفة أو حضارة أو علم يعرف ما يصلح للإنسان وهو بعيد عن الوحي إذلك الشريعة علاجاتها تأتي في صلب الموضوع وتعين وهي تعطي قواعد عامة لا يمنع هذا الاستفادة من الوسائل الأخرى التي أثبتت تجربة البشرية نجاحها يا سلام عليك لو الإنسان فرط في كل ذلك ما انعكاس انسياق الشهوة على حياته في ظني أن من أكبر الأشياء التي تسببها الشهوة وانعكاس على حياته وحقيقة أنها قد تفسد حياته هي أنها قتل الإرادة تقتل إرادته وكما ذكر ابن قيم رحمه الله وهي نوع من مرض القلب ابن تيمي رحمه الله عفوا لما تكلم عن مرض القلب ذكر أنها يفسد التصورات ويضعف الإرادات وتكلم أن ضعف الإرادة قد يعني يسبب الإنسان محبة الباطل وكره الحق لبساطة الباطل أيوة ويصبح الباطل أقرب لنفسه لأنه غارق في وحل الشهوة هو قاتله لإرادته حتى بعضهم يصبح لا يستطيع الحضور مع الناس لا يلتحق بالمجتمع حتى الزواج عنده تضعف إرادته الإشكال أيضا أن أحيانا محبة الإنسان لهذه الشهوة أو لهذا الباطل يأتي العقل دائما يبرر لفعله فقد يستحل ما حرم الله يعني قد يرى أو يبرر هذا الفعل فمثلا يقول لك هذه جينات عند الإنسان وقد يبرر فعله أو يأتي بما يؤيد هذا الفعل المحرم أو يستحل بسبب يقول الله وضع فيك هذه الشهوة ثم يبدأ يبرر فضعف الإرادة يعني هو أكبر سبب ممكن يضعف الشاب عن ممارس الحياة بشكل جيد لا يستطيع القيام للصلاة بشكل جيد لا يستطيع الذهاب لعمله لا يستطيع القيام بواجباته تجد شخص إذا شخص مسلوب الإرادة ما يستطيع يعني كأنما يحرك بريموت كنترول كأنما هو مدمن لهذا كمدمن المخدرات يعني شخص اعتمادي أصبح اتكالي فهو لا يتحرك إلا بهذه الشهوة هو لا ينام إلا بها وهذا أعظم ما يريده أعدائك منك أن يجعلك مسلوب الإرادة أستطيع أن تقرر أستطيع أن تدافع شيطانك هواك نفسك يا أخي يخليك ما تفكر صح ما تنعمي خاص ما تقرر بطريقة صحيحة سبحان الله العظيم يعني يرتكب الإنسان اللي ينساق خلف شهوته مجموعة من الحماقات على الإنسان أن يدرك أن جمال الوردة التي يراها لا يبرر له قطفها والله ممكن شيء بيجوز لك تتعرض له يعني من الحماقات من الأشياء اللي يعني ممكن نكسر الحوار الآن بالأدب مثلا كثير عزة يحبها مرة ومغرم فيها هذا العشق والعشق ما يبني على شهوة هذا العشق لاحظ العشق ليس بالحب قد يحب الإنسان أبنائه أبنائه لا العشق هو استحسان هو محبة مع استحسان استحسان وليست محبة مع إجلال تتحبه تحب صديقك تحب شيخك تحب معلمك تحب مع إجلال لكن مع استحسان ورغبة جنسية لا هذا عشق ويتحول إلى مرض هذا العشق مثلا صال عندك كثير وعزة يعني خلاها يفكر بطريقة غريبة يقول يقول ما أنا مستحضر الأبيان بشكل جيد لكن يقول ألا ليتنا يا عز يدلعها يا عز من غير ريبة يعني زي ما يقول الواحد بعيد الشرع ألا ليتنا يا عز من غير ريبة بعيراني نرعى في الخلاء ونعزبه يقول ليتني أنا وياك بعارين شوف يعني وين راح فكر أنه نحن بعارين طيب ليش بعارين يقول كلانا به عر جرب فمن يرنا يقول على حسنها جربا تعدي وأجرب يقول ليتنا بعارين وفينا جرب طيب شوف كيف يتمنع نفسه طيب ليش يقول نكون بعيري دي مرة واحد عند فلوس فيضيرنا أو يتركنا فلا هو يرعانا ولا نحن نطلب يعني هملنا يعني فإذا ما وردنا من هلن صاح أهله لموية فلا نمفك ونرمى ونضرب كل هذا يبغى يوصلنا فكرة أني أنا ودي أخلو بها في مكان بعيد وعيش أنا وياك ولا أبغى شي ولا اللي يندفع خلف الشهوة يحرق جسور العودة يبغى يوصل بأي طريقة هذه الاندفاعات أجعله يرتكب الكثير من الحماقات سواء فتاة تجاه شاب أو شاب تجاه فتاة مجموعة من الحماقات يلتبه بعدين الواحد راحت السكرة وجاءت الفكرة هي والله ما يدري وبعدين يجي الندم ويجي وش سوي طيب وش نسوي وش ما نسوي يا أخي من الأول يا أخي لا تدخل الباب لا تدخل الباب من الأول من الأول أنت اعمل بالجانب الوقائي بشكل قوي جدا جدا ولا تتوقع من كوابحك قوية ممكن تكون قوابح قوية لكن ترى الطريق المنزلق شديد الانحدار ممكن حتى ما تقدر ولذلك بالأشياء بس نأكد عليها قضية أن الشهوة والانتفاع خلفها يجعل الإنسان لا يستطيع أن يفكر بطريقة صحيحة وإن شاء الله راح نتكلم عن حلقة مستقلة عن التفكير بإذن الله إن شاء الله بيكون أحد أسباب خلل التفكير والشهوة يعني عشان نربط بينه وفعلا هو الشهوة تعمي عقل الإنسان يتوطي عليه فقد يتخذ قرارات خاطئة يتصرف بطريقة خاطئة ولا حسي عدد من قرأت في وسائل التواصل أو حتى مستشارين سمعت منهم كيف أن فتاة ندمت أنها دخلت في هذا السلك وهذا المجال وهي لم تشعر ما استفاقت إلا لما قال بهددتك بالصور مثلا أو شاب يقول وقعت في هذا الشهوات وانجرفت مع ناس وبديت دخلت مقاطع حتى أدمنت الإباحية كثير كثير يعني بشكل يعني عدد لا بأس به فالمقصد أن هذا الشهوات قد تعمي فعلا العقل تعمي التفكير كل هذا يترتب على قتل إرادته إضعاف التفكير من الأشياء قد تؤدي به إلى الإدمان إدمان الشهوات إدمان الإباحية اليوم كثير يشتكون منها لا يستطيعون التخلص من هذه المسألة اليوم مصبح في ناس يعالجون من هذه وفي كتب حتى صدرت تدريبات للعلاج من هذه الأشكالات في مستشارين يقدمون فيها المسألة الأخيرة أحيانا نحراف الفطرة وهذا الأسوأ والأشد قد تنحرف فطرة الإنسان التي جاءت شريعة بالحفاظ عليها بسبب غرقة في الشهوات والشهوات يعني بحر لا ساحل لها ويدخل يشعر أنها في بداية الشاطئ يتفاجأ بإذا يغوص في أمواج متلاطمة من الفتن والبلايا والصور والمقاطع والشهوات ومن مكان إلى مكان ومن طريقة إلى أخرى لا سيما أن اليوم تعرض هذه الأشياء بطرق احترافية وبطرق جاذبة ومغرية للشباب والفتيات فيظنون أنها هكذا وهي في الحقيقة جزء منها تمثيل يعني من أجل المال أو من أجل الشهوات لأناس لا دين لهم فهذه الانعكاسات وواحدة من هذه الانعكاسات كافية للشاب أن يرتدع عنها فهي تفسد بمجملها حياته لأولها شغف وآخرها تلف واسف هل ممكن أن الشهوة تذكي الشبهات عند الإنسان نعم كثير من الناس يقول أن أصل الشبهات هي تقوم على جذع الشهوات وذكرنا قبل قليل المثال أن أحيانا الشهوة إذا غرق فيها الإنسان يبدأ العقل يبرر هذه الشهوة فيشارعنها كثير من الناس أيضا من شدة غرقه في الشهوات وأصبحت قيد فكيف يتخلص من حرارة الذنب يقع في شبهة فإما يتخلص من الدين بالكلية فيتجي إلى الحاد أو يتخلص من هذا الأمر فيبرر أهل نفسه يستحل ما حرم الله فكثير من الشبهات تدخل على الناس من خلال الشهوات طبعا ليست الشهوات هي السبب للحيد لكنها أحد أكبر أسباب التي قد توقع الناس في الشبهات يعني أحد الذين أدمنوا مثل هذه الأشياء جاءت عندي استشكال الآن سؤال عقلي ليش الله يحط فيني يبتليني بالشهوة ثم يبتليني بالثقر فالآن تزوج طيب يعني قصة طويلة ما ودي أخذ وقتكم في الأخير ألحد هو أين الله لا يوجد ويعترض ليش غير أنا كنت أصوم وصدني وكذا وغيري ما يصوم ويصلي وتزوج وعف نفسه وأنا ما قدرت تتزوج وعلى الله أعطاني شهوة قوية وطالب هذا من ابتلاء لكنه سأسقط في هذا الاختبار ولذلك يعني مرة أخرى كيف ينجو الإنسان أو خلني أقول هل المؤمن وعلاقة بالشهوة يطيح ويقوم وينكسر ويجبر كيف يتعامل مع هذه اللحوات هذا الكلام ليس خاصا بنوع من الناس قد يقع في الشهوات جميع الفئات بل حتى المؤمن بل الله جل على في سورة العمران قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضوا السماوات الأرض وعدت للمتقين إلى آخر الآيات إلى أن قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الظنوب إلا الله إلى آخر الآيات بعدها تكلم من جزاؤهم وغفرة تروجنة يعني هو يتكلم عن المؤمنين قد يقعون في هذا وقد يقع إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان قد يمسك طائف من الشيطان طيب وقعت في الذنب ثم عدت ثم وقعت وهذا أكثر ما يشتكي مننا أني أقع ثم أعود في حديث صحيح الألباني أن ما من عبد المؤمن إلا وله ذنب يعتاده بين الفينة والأخرى وقال في نفس الحديث أو هو مقيم عليه إن المؤمن خلق مفتنا نسيا إذا ذكر ذكر فأنت قد يكون لك ذنب تعتاده أي وبين الفينة والأخرى لكنك إذا ذكر تذكر تتوب تستغفر ما استطعت تزاحم هذه السيئة بالحسنة إن الحسنة خربانة أيها لما يصل حالة الشعور خربانة خربانة يعني هذه لحظة لحظة فارقة عند الوصول لا 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 تكون خربانة خربانة ما دامت القلب نبض ما دمت فوق الأرض وما دامت التوبة مستساغة لك قبل يوم العرض بهذر بها لا تكون لا تكون يعني أذنب وتوب أذنب وتوب الله لن يمنح حتى نمال لحظة بالضبط وأيضا إن الحسنات هذا المنهج مع ذنبك إن الحسنات ذنب السيئات في حديث صحيح مسلم حديث قدسي حتى سبب نزول هذه الآية أن رجوع قبل أي مرأة يعني شيء في الشهوات حسن حتى أنزل الله هذه قال ها هي لي خاصة قل لا لك ولي أمتك في صحيح مسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فاغفر له قال فعاد مرة أخرى ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي كررها ثلاث مرات حتى قال غفرت لعبدي ففعل ما شئت فأنت أن تلقى الله جل وعلا تائبا أو تسقط وتقوم ثم تتوب خير من أن تلقى الله مستسلما أو مستريح على جانب الطريق فأنت تلقى الله جل وعلا بالتوبة مهما أذنبتب أذنبتب حتى يكتبك الله جل وعلا في سبيل المجاهدين الذين يجاهدون عنفسهم في سبيل التائبين الذين يسعون التوبة خيرا من أن تكتب في عداد أصحاب الشهوات الذين استسلموا لها وغرقوا فيها حتى لو كان من المسرفين حتى لو كان المسرفين ما يقنى ما يقنى طبعا مدام هناك نفس التوبة بابها مفتوح في مبادرات برامج أدوات كتب والله في مبادرها أنصح بها جدا جدا وعندهم مقاطع وبدكاست وعندهم لقاءات عملية وعندهم جساس شهرية اسمها عفة موجودة في لتيوب موجودة في تويتر وأيضا فيه واعي عندهم مبادرات تتكلم عن محاربة الشهوات والإباحية وعندهم حتى أدوات وتقنيات في معالجة من وقع في هذه الشهوات كيف يمكن تخلص منها وبسرية تامة فيما أعلم عنهم ولديهم برامج نافع يعني جدا أشوف بعض المبادرات الفردية مئة يوم بدون إباحية مئة يوم ويعدل نفسها مئة واحد مئة اثنين مئة اثنين مئة اثنين والناس يشجعون ومتحمس شيء ممسهل يعني أنك تعقم عقلك وقلبك من هذه الأشياء صح وفي هذا الزمان المليء بالفتن ليس العجب من هلك كيف هلك من نجأ كيف نجأ يعني في ظل الزخم الهائل الذي تبث في الشهوات في كل مكان في كل وسيلة في كل منصة فلا شك أنه قد تجد واحد يفرح أنه بقي مئة يوم وإن كان ورد في بعض الأحاديث عجبته للشاب الذي ليس له صبو يعني الشاب الذي ليس له انحراف أو زلل فهذه المبادرات ستعيني الإنسان بإذن الله أو قصص النجاح التي يراها في وسائل التواصل مثل ما ذكرت يعني أنا في أحد الدراسات قرأتها في دور الأسرة في وقاية الأطفال والشباب من الفكر الإلحادي فذكر استراتيجيات ثلاث اقتبستها في في هذه الفكرة اللي هي استراتيجية الأولى البناء والتأسيس البناء والتأسيس في الشهوات كيف بداية المحافظة على فطرة هذا الطفل من الصغر من خلال يعني تربية تربية إيمانية استشعارة مراقبة تعليم أسماء وصفات تنمية العقيدة في نفسه هذا هذا الأصل مهم جدا في حماية مستقبلا منها أيضا تربية إيمانية المستمرة تذكيرها بالهيقامة هذا المثلث رأس المثلث تربية الإيمانية استراتيجية البناء والتأسيس سيأتي معنا أيضا المساندة والدعم والمتابعة واليقظة ممتاز البناء والتأسيس محافظة على الفطرة غرس الإيمان المراقبة تأتيت غرس المراقبة الله شاهد علي تعلم هذه الأشياء الحشمة في البيت الحشمة ترى معلش إذا أولدك صار مراهق ترى اللباس يكون مختلف في البيت الباس العم والأخوات إذا عندكم خادمة لكن هذه الأمور تأخذ بالاعتبار أيضا في البيت بالضبط ومثل ما ذكرنا في الدور الوقاعي السابق التفريق من المضاجع عدم دخول الاستئذان أهدابة هذه كلها ترى هذه كلها جزء كبير من الجانب الوقاعي ترى أكثر مشكلاتنا اليوم يا شيخ من تفريط التنشئة في الدور الوقاعي سواء على مستوى الشبهات أو شبهات طبعا قد يأتي الإنسان لكن أقل بالنسبة للناس اللي عندهم تأسيس جيد تقبيح العورات ترى صار في تساهل الآن يطلعون عيالهم يهوه يلبس الولد يشوف البنت والبنت يشوف الولد ويطاف شون ومدري ايش لا لا تقبيح العورات عيب عيب غلط حرام حرام حتى عيب من تربوية عيب معناها إذا صار في ناس لا لا حرام أصلا هذا حتى يعني أنا سبحك أولادي أو ابنيتي ترى ما أقدر أشوفك أو منكسب بحهم وملابسين ترى أروشهم فتقبيح العورات هذا أيضا من الأسانيب يعني تنفع التأسيس والبناء بالضبط كل ما يتعلق بالبناء والتأسيس يركز عليه بشكل كبير ترى هذا يسهم في حل هذه المشكلة المساندة والدعم أولا الوقوف معه قرب منه يعني حتى لو صار له شيء أو مشكلة يكون قريب منك التشجيع المستمر مثلا على الحشمة على العفاف على غض البصر يحتاج تشجيع وتحفيز ذكر النماذج له قصة يوسف مثلا ممكن تذكر بطريقة تناسب الأبناء والشباب كيف العفة كيف كانت بالنسبة لها إشغال وقته فاستراتيجية هذه أيضا استراتيجية أخرى اللي هي في الدعم والمساندة الثالثة المتابعة والإيقظة أسست وشجعت وغرست وذكرت قصص ونماذج وأشغلت وقته لا ما أنت هنا وسائل التواصل كيف يتعامل معها أين يضع لابتوبة مثلا يقض أنت لتصرفاته لسلوكياته انعزاله عنك مراهق وإن كان إن صحت هذه التسمية وإن كان أيضا انعزال أحيانا قد يكون شيء طبيعي في اجتماعات الأقارب في اجتماعات العائلة ما أكون مهملا له لا سيما إذا كان في مرحلة طفولة أو في مرحلة قريبة أن حينا يحصل هناك تحرشات يحصل إشكالات قد تسبب يعني إدمان لهذه القضية فلو فكرت الأسرة بهذه الثلاث استراتيجيات وبدأت في كل استراتيجية وضعت فيها أدد من الخطوات التي ذكرناها وأضافت عليها بإذن الله ستكون سبيل بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وعونه والدعاء المستمر للأبناء بالصلاح والحفظ من كل ما يفسدهم ويفسد عقولهم وقلوبهم بإذن الله أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعهم ولن يخيب هذه الأسرة وإنساء الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا يحفظ أبناء المسلمين آمين آمين الله يزاك خير وحسان والذي يستمع لنا يعني نودد في داخلنا من أعماء قلوبنا ربنا نقسم بناء من خشيتك ما تحول به بيننا وبين ناصرتك أزاك الله خير شكرا الله أزاك خير وحسان نيوة طيب في كتب كذا لقيتها وانتعد للموضوع شحوات أي معاصرة ما لقيت شي في كتاب ما في شي معاصر صح ما في في الشحوات ما لقيت أنا قد مرة عليه كتب بس ياخي مجي تبحث ما لقيت في كتاب الجويش السابق ذاك يا أبو نيلي قد سوى حتى رجولة قديمة نقص المعاصر يعني عشر سنوات الأخيرة نعم وهذه من الشيء الغريبة اللي حاجة الناس هو ضعف الإنتاج المعرف في تجاه هذه الحاجة صح طبعا في مبادرة هذه ممتازة صراح بس يعني لباحية هي ايه بس جيدة أنا جزلت مقطع عن رسالة إلى مدمن لباحية في بليدي ايه ايه وجاني عليه التفاعل الممتاز ما أقصد تفاعل المشاهدات بل بالعكس كثرة مشاهدات تؤلمني يعني هكوة يعني زي اللي يقول الحمد لله عندنا احنا دار ايتام صار عندنا زدون صار عندنا ألف السنة لا ما تفرح المفترض يقل لكن أقصد على مستوى التفاعل يعني على مستوى في ناس ودها المرتبط هذا بسعادت وما يشعر سيد مدمن مخدرات مش ذا يشعر نسعيد إذا استخدم الحبوب أو قرأت عبادة اللذة كتاب لا يعني هو يتكلم عن أن هذا العصر هو عصر تأليه اللذة بمعنى أن معايير الحاكم لسلوك الإنسان ليست هل هذا حرام ولا حلال هل هو ممتع ولا وليست هل هو ممنوع ولا مسموح وليست هل هو جميل ولا قبيح ليست ذوقية هل هو ممتع ولا غير ممتع لذيذ 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 أك حتى أنها طغت على فلسفة الصحة صح تلقى هل هو ضار ولا نافع مميهم لذيذ اللذيذ تلقى الناس الآن تاكل مثلا مجموعة خلطات حامض حلوح حارض مدرئ في الخلطة وحدة تاكلها الكبد تأن تقدي يومين إنت عشان تعالجها بس يؤكل لأن فكرة اللذة أهم من الصحة مثلا وقس عليها فالكتاب ما يتكلم عن كده لكن يعطيك يعني يقول لك أن موضوع موضوع ضخم قضية اللذة وقس عليها عاد الاستهلاكية الاستهلاكية تروج منها إشباع اللذة إشباع اللذة بعدين سهلة في كتاب ما قرأتها صراحة لكنها في بالي من فترة اللي هو عبادة المشاعر عبادة المشاعر أظن لا ما أظن نفس المؤلف عبادة المشاعر يتكلم كيف أن الزمن هذا فيه يعني أصبحت المشاعر يعني أشبه بالعبادة يعني وهي ترى مرتبطة بقضية الهشاشة النفسية يعني أن لازم تبديلي مشاعرك ليش ما ستلي بدون فيس ليش ما قلت كذا كذا واحد قال طبعا هي صار مبالغ فيها في كتاب يبدو نترجم تسيئ اسمها سوق اللحم هو يقصد يعني تسليع الجسد هي بساعدة ترجمة شكلها حرفية أنا رحبا لقدت كويس والله الكتاب ضخم صراحة مليان دراسات مقرف صراحة بتقرأت يعني تقصدجك صراحة تقصدجك مرة يعني مرة 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 قضية التعامل مع الجسد وأيضا يعني تسليع الجسد هذا وتشيئ الرجو والمرأة يعني شيء صراحة يعني لو لأن نحن نسمع وتجي أحيانا استشارات كانت كلها مستحيل هذا يقع من عاقل يعني لا موجود موجود فإذا في حاجة يسمونها عتبة اللذة إذا وصلت إلى مرحلة أن اللي أمامك ما عد يعطيك هذه العتبة خلاص شفت السكر أنت تعود على الشاي ما عد بحالي فتضطر تحط سكر زيادة سكر زيادة وتحذب سكر الليل تذوق اه ضباط ما قبلها لا يعطيك لذة مثلا لو قلنا السكر خلص يمكن ما تكمل الشاي أنت تحتاج تضيف للشاي عشان تستمتع جيد عتبة اللذة أحيانا الاستغراق في مشاهدة المقاطع والإباحية واستغراق استفراغ اللذة فيها يوصل مرحلة الإنسان لا يبغى شي فوق فيبدأ الشذوذ الأشياء المجربة العادية الفطرية ما عدت تشبع تبدأ عاد الشذوذات يا مع حيوان يا مع جنس مثلي يا مطالبة للطرف الآخر أحيانا تكون زوجة مطالبتها بطرائق معينة بوسائل معينة يعني شي غريب واحدة تقول أنها يقول لي إلبسي ثوب ويناديها باسم رجل أي تقول ليش يقول مليت ودي أغير وما أغير بالحرام فخلي هل ممكن ترعبين هذا الدور فهذه مشكلة بمعنى أنها إذا امتنعت تحول الجنس إلى سجن تحبس فيه المتعة عاية وخلاص معت فيه يعني لقاء جنسي وإذا وافقت تحول الجنس إلى نجس تدنس في الفطرة فيبدأ يجامع زوجته بجسدها ويضاجع ذلك المتخيل في عقله أي لأنه يناديها باسم معين ويطلب منها وابعية معينة وألباس واللبس معين لأنه يحاكي شيء في عقله في الخياله فالتوقع لأنا أقوى من الواقع الذي يحرك الخيال فلا هو بل الحلال استمتع ولا عن الحرام يأقلع لا هذه ولا هذه وهو يستمر والغريب محسان يعني شفت الملسر واحد جوعان جوعان ولا مع فلوس يملقف جوعان ما معك فلوس ليش تروح لمطعم تقتناظر الناس تقتناظر الله شوف 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 الكتشب هنا الله لو يحط عليها بطاطا زيادة لو كده جوعان ولا مع فلوس نفس الشام اللي ما عنده القدرة على الزواج أو الرغبة على الأقل الرغبة اللي هي الإرادة زين وفي الوقت نفسه جوعان شهوى يعني مشتهي بزيادة ويروح يفتح مقاطع يشوف فليش تستثير نفسك فتلقاه ضحية بس أنت الجلاد أيضا تلقاه مجروح بس أنت الرامي يعني لما تجي تكلم واحد عن قضية اللباحية وتضخ فيه الجانب الوعظي أو أحيانا تقرأ بعض التغريدات وكذا واحد مثلا يسأل فتتكلم عن جانب وعظي في علاج هذه المسألة يقول ما فيه إلا الوعظ يقولون للناس إيه ما يقدر أنا شو سوي له شو سوي له لازم يتعب وعنده مشكلة في قلبه عنده مشكلة في استشعار معيه ما محاول تحسينه من خارج ما فيه يعني فيه محاولات فيه أشياء فيه أدوات بس النقطة المركزية في التعامل مع هذه القضية هي استشعار معيه ثلاثة أنا تعال يا أخي أنا فيه أحد يراقبك إذا هذه مين موجودة فعصر اللذة وعصر الممكن وعصر الفرداني أنت بالحالك والممكن كل شي بيدك واللذة الفضول وتجرق واحد يقول لي يقول لي تدي شنون طاحت في هالأمور قلت شنون كان الفضول فضول يقول شنون فضول قال أنا أنا أتابع مباريات كل ما جاءت مباراة دير بي دخلت في هاشتاقات يقول ألقى تحت في أول عشر ردود هاشتاقات مثلا تغريدة عن مباراة معينة أو كده أول عشر ردود كلها حسابات باحية وهاشتاقات باحية فيقول جاتني والتعرض هذا وره مباراة إنا لقيت يقول هاشتاق دبدو بهم زيوني امربر بهم زيوني أو زي كده وقالي إبليز قال لي ما عقول لا فيه واحدة زينة دبة قلت خلشوا وبدأت علاقتي بهالي الدخلة وإن شكال ابو حسان أن أي دخول في الحياة أي دخول هو عبارة عن خروج أنا بدخل غرفة هذه معنى لازم أطلع من غرفة هذه فأي خروج دخول وأي دخول خروج طيب إذا إذا دخلت إلى عالم الإباحية إن كنت في عالم الضهر عالم الفضيلة عالم المرؤة يا أخي فأنت يقول دخل ون عبارة يقول شيء وميسر ميسر يعني المقاطع الآن في حديث إن كان بعض مضاعفة يقول ويلك لا تفتحوا إنك إن تفتحوا تلجوا باب الفتان صدق زينك أسلم الله أصلح لحال يا الله طيب ضيق بس هل أني ذكرت هذا خلنا حديث زين نقول إن شاء الله عليك أبو بدر قال أن هناك صراط على الصراط سدر مستر أيها ضرب الله مثلا أنا أظن حديث صح على الباني صدق ضرب الله تعالى مثلا صراط مستقيما وعلى جنبته الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستر مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس دخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداعا يقول فوق الصراط وداعا يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالأبوا فالصراط في الصراط لأن أتوقع أن هناك كثير وليوم الناس مهوسين بجرب وخالوا عندك تجربة في الحياة ترى أحيانا قد تكون في سياق حلوة لكن ترى في سياق ما هي بجيدة أني كتبت لأن جاني مرة كذا سؤال مستشرب صحيح لو تتكلمت بكثة قال مستشرب إنهم وناس يتطهرون يتطهرون جاني مرة سؤال كذا قلت أنت شو تدخلك قال كذا تجربة قال بس كنت بجرب بجرب طيب أحيانا هذه التجربة هو إليك لا تفتحه ولا جرب ما تجرب فإذا كنت في سياج وفي سور محمي ليش تروح فأحيانا ترى التجربة هذه هي سبيل الحراف ودخول في متاهات بعدين إنسان يستطيع يطلع الآن بعض الناس اللي في قلبها تحس تلقاها يعني أحيانا يفنفض الواحد من ربع كيف يوصيه يقول يا بنحلا نحن ضحايا أصلا غلائمه وضحايا فتن وإباحية وكذا وترى أترة الشباب يجوز فيها ما يجوز غيره ما هي جوز للشاب ما لا يجوز لغيره أو المراحقة بفكرة العالمية أو فكرة المراحقة عن هذولا بدون قيود لازم يكون عنده سفح إيه سفح هذا السفح موجود والغريب يا أخي أنك بلاغت مكلف فيها نار وجنب يعني ما ليش يسمع المراحقة ويسمح له من يسمع لغيره لكن فرق بين التبرير والتفسير أن أفسر لماذا يفعل ذلك غير أن أبرر له ذلك أبرر معناها إذا فعل لا يلهم التفسير إذا فعل لماذا فعل أن أقلل من عواماً التي تدفع مثلاً وأضف إلى ذلك ضعف الشرافية داخل الأسر تجاه هذه الملفات لا الأب مع ابنه ولا البنت مع أمه مثل هذه الملفات يستحي أحد أن يتكمل وأنا عرف واحد من الشباب متعود كلما كبر عنده واحد من عياله أركب ساكب الخطة وعمرك فالأم أم السال يقول يستحوني عيالي مرة بس على الأقل خلي اسمع صح خلي اسمع صح هذا واحد يقول جاري ولدي يقول صير في رابع ابتداء ثالث قال لي بابا إحنا شنو نجينا يقول وصرف وصرف يقول بعدين ما نسى بابا قل لي شنو نجينا يقول قلت خير يشاء الله أعلمك بعدين يقول وامسكه خط شف يا ولادي يعني شفت شجرة وكذا وثمرة ومدري إيش وبعدين تحمل الشجرة وبعدين يطلع كذا ومدري يقول حاول أبيل اللغة يفهمها يعني فقلت ليش يا ولادي تسأل قال الله ما أدري بس خالد يقول أنهم جايين هم من تابوك وأنا ما أدري يا الله يقصب لي سكاعة سببك تسأل عن عظيم فالسؤال هنا ترى أولدك إذا الآن هو ما يفهم سيئة يوم يفهم وإن كان الزمن هذا صار يفهمه بدري يعني يفهم يفهم أو على الأقل يشوف ممارسات لم يعني يتوقع أن ترى في أزمان سابق يعني صار يشوفها بدري حسنت يتعرض لها بدري فاعتياد الأبن على أن تجيب بصراحة وبثقة لأن ترى أحيانا تصريفهم وإي كلام ثم يكتشف بعد ذلك الحقيقة تصبح أنت مصدر بالنسبة له غير موثوق لا أنا كيف أبدأ أهيئ تحصين عقل الأبني من قضية الشهوات أني أصلا أكاشف على أمور أبسط من ذلك بكثير في البدايات ولا تكون ردة فعلي قوية يعني خلّه يقول لي كسرت شيء كسرت وأشهق عبيب أجل ما علمتك شانا نسوي لا خلّنا بعد المكاشرة الشفافية والله إصلاح الحال نحن اللي يبيننا مجاهد الصراحة موبرني أيها الله ما رأيك أن نبدأ ما خلّصنا هنه لا يلا يلا والله ما نقطع الشباب كيف حالك شرابت أصار شاهي لا يا شيخ قائل لك ما علي منك أعوضك إن شاء الله إن شاء الله مرة الجاية يا رب طيح نبدأ نبدأ طيب هننطف في الجوار بس يا أخي قو شخصيتك يا أخي قلّه محسان معي يا أخي مشهور يا أخي ترى محسان هي المدير آه طيب أنا موظف في هذه الشركة أخير بإamps 갖ق يلا وين الذ semaine نبدأ طيب بسم الله على They ص понял بسم الله ماشي ماشي السلام عليكم ورحمة الله قبل أن أبدأ عندي فكرة أحس أن نحتاج مقدمة كذا نغير ما رأيك؟ البودكاستات أحيانا يصور مقدمة لا مشارك مقدمة مثلا نبدأ بإحصائية بقصة بسالفة أو سلامة على طول كذا حسنا هل شعوري هذا صحيح؟ صح أنت نمط البودكاست يعني إذا كان البودكاست بودكاست الناس محطوبة محطة والله ما عاد خلو له نمط نمط نمطك أنت كيف تبغت صورة الذهنية لو كان ضيف متجدد جيد نكتحط مقدمة يعني قصك أنا شخص تقليدي أنت بنيت علاقة مع المشاهد ومع المقدم ما لا يعني يستساغن نبدأ بدايات رسمية أي هذه الفكرة لكن لو كان ضيف جديد لا تحتاج تقدم شوي للموضوع وللضيف ثم تبدأ وهو كذلك أتبغى ترى أقدر سوي كده لا 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 فهمتني غرض 34% من الفتيات كده لا 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 فهمتني غرض أنت لا أقصد يعني ما أدري فهمت أنت لا أقصد يعني بسم الله كذلك كأنها لازم أعرفت بينا السلام عليكم السلام عليكم نبدأ السلام عليكم كيف حال أبو عسان شيخ بارك أنت فهل السؤال يعني الناس لها سبوع ما شاهدك هل هل سبوع بصعيب والله أتكلم عن بعد سبوع أرجع أسلم عليهم أرجع أسلم أرجع أسلم السلام عليكم طيب ما يطلع ما يطلع ما يطلع ما يطلع القرم لا ما يطلع عزام لو رأيك ما تطلع صح؟ لا لا يطلع ما تطلع يعني إن هنا وكذا يطلع فوق من وين يطلع؟ من عند الشيخ؟ كذا طرفه ليش؟ هذي؟ يعني أساعد كذا؟ لا الورقة لا هو يتكلم عنه آآ طاولة بس طيب يلا نبدأ؟ على بركة الله ربعوني نسير جميل جدا وبدر ننتقل الشئ ثاني وقلك حاجة؟ لا اودي تعلق على الرقابة الذاتية طيب بس أنا عندنا مشكلة أنا وقعت فيها طبعا مو بنت جبنا الأسباب والعلاجة مع بعض عرفت؟ طيب خلاص خلاص حتى أنا قلتها خلاص نوقف خلنا في الأسباب آآ جبنا رقابة أنت قلت ضعف الرقابة وقلنا زول سيرنا كذا أيوة حتى أنا قلت حاجة كذا و جبت فحنا ممكن ندخل بعدها في العلاج ونذكر يعني أنها أكسس طيب خلاص الآن بس علق على قضية الرقابة الذاتية وزروعها في الأبناء وفي النفس كذا وانتقل لسبب آخر الخواطر كما ذكر من قيم رحمه الله سبحان الله يا أخي ترى إذا لم يفتح الله على الإنسان ترى جبتها صح أنت أنا جبتها صح بس أني أقول لك إذا لم يفتح الله على الإنسان ويلهمه الله أنه ضعيف مهما أعرف ومهما أحفظ بسأل الله أن يلهمنا الحق والخير وأن يعرفوا عننا الزلل طيب يا شيخ في شهوات قريب شيء أدحك تحفيز للذاكرة عشان تحرك ذاكرة الله أستعلم طيب كيف فعلاً يقطع الإنسان بالخاطرة بسألني إنشاء هوات أقولها أو خليها بالموق أو شيء نعكاس أو إليه إنشاء خلنا في الشرية بعدين إنكاسات لأنها في العلاجي طيب ما بطول فيها بس أني أبغى أذكر كذا تداعيات يعني مراحل يا أخي الشريعة العظيمة جميل كيف ضبطت الشريعة يعني ما هي اللي أستغفر الله تمام تصدق اكتفت من تالي أني ما أضحك كثير وهذا غير جيد في الحياة بشكل عام أو للبوكاست لا لا بالعكس أعتبر بودكاست أنا تصدق أول مرة حسنا شكرا خلصنا بس كواليس الكواليس اللي كل الناس يدرونها كواليس طبعا حتى حنا سلام باي سلام عبوي هناك كلام أنا ما أجرؤني أقوله بس أقوله أنا قصة شت رغطان أمريكا يعني محسوب علي مبالك شوف أنا مرة جاني واحد استشير قال وقال لي كيف يقضي اليوم بطريقة صراحة متعبة كيف أصلا يستثير نفسه فقال أبغاد وحل هذا الرجل أو هذا الشاب فتح لي أصلا بوابة الباحث في هذه المسألة وصرت أعتمد هذا الحل وأقدمه بشكل فردي وأقدمه بشكل جماعي ممكن أجي مجموعة كده وسويت مشروع كده مبادرة استمرت أربع خمس سنوات اسمها مقهى للحوار نيك نجز في مقهى يعني أنا وشباب وأنا نقشه بكل شفافية وكنت أشوف حمامس يعني ودهاش وتلهد 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 نعم فقسمت ثلاثة أو أربع ما تفعل قبل العادة السرية ما تفعل قبل العادة السرية ماذا تفعل أثناء العادة السرية ماذا تفعل بعد العادة السرية زي أدري هذا غلط أنا قاعد أتكلم مع شاب يمارس ماشي ماشي غلبته نفسه نجي في قضية قبل قبل ما الذي يجب أن تفعل واحد قضية استشعار وجود الله سبحانه وتعالى قضية أنك أثار الصحية أثار الصحية اجتماعية كده 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 الذنب نفسه الذنب نفسه شؤمن المعصية ذكره بالله يعني كل هذه الأشياء تحطها في بابه وتعززها عنده طبعا أنا أتكلم معه بشكل مفصل في ماذا يفعل قبل ضي من الأشياء اللي يفعلها قبل مثلا قضية ما ما يشرب سكريات وياكل حلويات وكذا بعد التاسعة مثلا سعرات حرارية وكذا ما يروح لغرفة النوم أو يخلو إلا إذا بغا ينام ما يروح لغرفة النوم وهو يتقلب يتقلب أو ما جاء نوم أو كذا طيب يبدأ شيطان هنا يجي شيطان يجي طيب رحت لغرفة النوم لا تسكر الباب لا تسكر لأنك ما يروح لغرفة نعمل باب مقفر يقول له أنت في مرحلة تمرين أنت في مرحلة معالجة لا تقول لي أقدر أو لا أقدر فلا تسكر إذا تجي الواحد تقول له واحد فيه سكر ويجي جلطات أو يخاف أن يغم عليه لا تسكر الباب يقول لك ما يخاف أن يمسكر طيب وين راحة العادة لا هي أن تعامل مع نفسك لك مشكلة لا تسكر عشان تعين نفسك من الأشياء مثلا تحط جنبك تفسير قرآن مفسر طب لماذا مفسر لأن الشيطان يجي يقول لك أو ما توضيه لا تلمسه إلا لا يا حبيبي يجوز وبالمسه بدأت تجي الخواطر عندك المصحف عندك جوالك افتحها يا أخي يدق على واحد من ربعك غادر السريل اطلع يا أخي يا أخي تسهر ولا تسوي ذلك أسهر راح اطلع 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 مثلا تحرك في المكان مارس أي شي افتح كتاب سو أي شي هذا كلها للاحظ قبل قبل قد ما تقدر تقاوم قطع الأفكار التصورات مع تشوف صور مع تسير نفسك هذا كلها قبل طيب فإن فإن أقلعت عنها فأنت بطل وإن فعلتها فأنت بشر أيها تعال سلام تعال لا يجيك بريس أنا عارف شباب تركوا حلقات تركوا أماكن طلب علم لأنه يقول يا أخي الناس تحسن ضن فيني ما يدروا شو كنت أسوي ذلك ما يدروا إذا خالوا ما يدروا إذا خالوا ما يدروا إيش أسوي وأنت بشر لا ما يدروا بشر فأيش تسوي يعني خلاص ما أبغى أحس بلحظة النفاق هذه والصراع وأنا أذكر كان أحد الشاب اللي صلفوا صلفت معهم قال أنا قد شفت فيلم تكلم عن وحدة مسيحية متدينة عندها مراية في البيت عندها مراية هالي مراية يقول خلصنا عزان لا لا إذا شاركنا راحيك يعني خل راحك يعني يقول عندي مرآة عندها عندها هي أي وهي متدينة المرآة هذه تكشف لها أنها ماشية صحة وغلط فإذا سوت دمت شافت نفسها تشوف نفسها بشعة وإذا شافت وإذا سوت أعمال صالحة تشوف نفسها حلوة فكانت المرآة هذه حقيقية هذه ولا إيش لا 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 قصة قصة إذا راح تسوت صلوات وإذا عانت أحد شافت نفسها بصورة جميلة أحبت شابا وبدأت هنا الشهوة والإقبال والحب وكذا لما حبته وأقبلت عليه راح شافت نفسها في المرآة لقيت صورة هذا الشع قلت لا هذا النب يجب أن أقطع العلاقتي بهذا أيها حاولت حاولت الرجال كالقلبها طيب قلبي أمرأتي قلبي أمرأتي إيش سوت الأخير قامت كسرة المرآة حالت الحين أقدر أسوي بيدي ولا أي شوف الرمزية هنا يعني ضميرك قاتله على أسفل يترك الضمير فراحت في علاقة قوية مع هذا الشاب وكذا وصارت وتركت الكنيسة وتركت محافظتها على دينها واعظ الله في قلبه هنا هذا فهنا الإشكال أنا أقول للشراب لا ينكسر هذا النبض هذا ما دم تشعر أنه دم فانت على خير ما دم تستقبحها فانت على خير طيب آملنا بالله قبل كل شي سويته ولكنك غلبت غلبت طيب قبيل قبيل من تحب أو الشهوة أو هذه المرأة التي تتصورها تذكر مناتنها المناتن يعني اللي يطلع من خشمها ومن فرجها ومن عيونها يعني تخيلها وصخة يعني أصلا ما أحب إلا لما رأاها جميلة في عيني أيه وبالتالي تذكر مناتن فقبيل هذه تبدأ أنت يعني خلاص أنت خلني قول سفرات دار قلت حرك سووا أي شي يعني انشغل انشغل من ضمن الأشياء نكونك تتوضى لأنها تطفي الحرارة هذه تتوضى تصلي تقرأ قرآن طيب ما نفعل ندخل في أثناء خربان المسألة في أثناء أيضا في بعض الوصايا بعض الوصايا يعني من ضمن الوصايا اجعلها حاجة ولا تجعلها عادة تجعلها حاجة ولا تجعلها عادة شلون بعض الناس يعني استثرت الآن شاوتك استثيرات ممكن تمرسها الآن كحاجة لكن لا تمرسها كعادة والله بكرة جمعة سابحي سابحي يلا تجينوا فعلى الناس كده عادة تقص شون تقص تقص زمنية معروف مثلا أو تقص مكانية والله دائم من يوم فاضح تقص الجمعة واجبه على كل محتلة يخلي فيه تقص معين لأنه خلاص أنا كل ما تروش لازم نسويها ربطها بمكان أو زمان هذا صار طقس صار عادة ما صارت حاجة طيب إذن نقول لا انتبه اجعلها حاجة اثنين تعامل معها بنوع من التخلص وليس بنوع من الإخلاص التخيل وتعيش الجو أثناء ممارستها لا انت تريد هي حاجة تتخلص منها تخلص منها خلص لا تقعد تسوي ثلم وخيالات 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 طول والله يعني يفسد حياة الواحد حتى باتسوار لأن معينة ضخمة اللي يضخها خيالة أثناء هاني العملية لا يستطيع أن يجب هذه حاجة ماتي 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 أول شي تسوي أن يفعل هنا خلط ثاني شي على طول تروح تتروش ميش هذه جلسات كثير من هالشهر كونه ينام على جنابة أصلا مخالف لسهر الناصر كونه ينام على جنابة يقوم منذ بكرة قام متأخر على المدرسة رح ما متروش خاصة من بعد شاب أبوه اللي يوديها وكمان لا يمدي ما هو بسابح يستحين دهلة وشلون وكذا فما صلى الفجر شيف كانت شهوة عادة سرية حي صار كفر ما عاد صلى بعدين راح للمدرسة حصت قرآن ويقرأ قرآن على جنابة قم صلى الظهر يصلي على جنابة الوكيل هو شعلي قم تسنن يتسنن على جنابة وترى يعني أي قلب الآن سوف يعني ينظر إلى نفسه لهذا وش قلبي هذا إيش دين أنا وإيش مسلم وإيش هنا تجي لحظة قكي إرادة طيب أخي قم تروش أخطيت قم تروش طيب تروش سرطة طاهر يا أخي تسنن الآن ركعتين لا تحدث بها نفسك يتوب الله عز وجل عليك اثنين خل عندك مسواك يا أخي يطفئ غضب الرب مرضات مطهرة للفم مرضاته للرب الصدقة تطفئ غضب حزمة مساوية صحيح هو في لحظة ترى معالجة مجاهدة من نفسه عندك مسواك تصدق يا أخي تصدق يطفئ غضب الرب اي تأخذ ابت الله سبحانه وتعالى تصدق قرأت القرآن حتى بعض لما تكن ابن جوزي في تلبيس وكذا قال ترى ترى الشيطان لما تمارس ذنب ثم تتوب منه توبة عظيمة ويكون ذلك عادة لك فإنه لا يزين لك ذلك الذنب عشان ماذا قد ترح تسوي ذنب بصية ثم ترح تصلي كل الليل يقول لا أنا ما رح تصلي كل الليل يعني حتى يعينك هذا الشيء إنه إذا فعلت هذه الأشياء تجي منذكرة فهذه صفحة جديدة مع نفسك تجي يذكر كبليس تقول لي بس أنا صليتك إذا وطبت واعتصر قلبك يا ربي يا ربي خلص من هذا الشيء والإنسان في مجاهدة فهذا منهج منهج جيد أي جيد إحنا نستحي ولا قدرنا نقول للناس ولا قدرنا للشباب ولا قدرنا يوم كنا شباب نسمع من أحد بهذا المبوحة لكن لنجي يقول للشباب مثلا أنها ترى ترى مجوز ترى مجوز يصير عقيم ترى بعدين بكرة تحمل يدك أنا سمعت أن يد تحمل يدك بعدين مدرمين وجيك نفاضة عيونك الخرباء تخرب ويقوس أكتشفت أن كل هذا التخويف اللي ما فيه ما فيه النص الآية ومن يبتغى وراء ذلك هذا التعدي أنت إذا ما تركت عشان الله لا تتركه عشان دالأشياء اللي ربما لم تثبت علميا إذا ما تتركه عشان الله هذه الأشياء يعني قد لا تتركك بل بل أنا لاحظت الشباب يعني نحن نسول في أي أنها أصلاً لا تردع أثناء الممارسة لكنها تؤلمها بعدها يتواثي وسوس لأنها تجي تجي كل هذا الأشياء يتذكر يتذكر الأمراض المدري إيش مدري إيش هل لها انعكاس على الجسد ما أدري هل لها انعكاس على البصر على لكن قطعاً لها انعكاس على النفس قطعاً قطعاً لها انعكاس على تقديرها ذاته ينخطض ولا تسأل عديد انخطض تقدير الذات عن قتل الإرادة وأصلاً نظرة الإنسان لذاته ولمعالي الأمور ينحط ينحط إذا غالباً يغرق الشهوات عنده احتقال الذات عالي ينحط ينحط وشوف سبحان الله كيف الله عز وجل جعل جعل شهوة الإنسان هي محل متانة الإنسان عشان هو في رسالة هذه حاجة حقارتها لا تعبدها لا تقتل كثير فيها خلاص حاجتك هذه حاجة بس الله عز وجل أنا أقول لك أحياناً تحتاج تطرح بطريقة جريئة أنا ما أقدر كذا ما شاء الله عليك لا بس ترى شوف في فرق لما تطرح كلام في فضاء عام ما في حوار وفي فرق لما تقدر ناقش الشباب باقي المقهى مفتوح المقهى لا والله أنا شغلت عنها والآن أذكر أني سويتها مرة كنت أجي أحياناً بعضهم دارس أجي الساعة الحصة الخامسة خامسة سالسة كده أجلس فيجبوا لي عد ورشي الطلاب يجيب لي ناس مرة منتهين يقول خذ الله عينك عليهم كده أقول لها منهاتهم نجس نوياهم تنتي الخامسة السادسة الصلاة ما نطلع نصلي في مكانهم طبعاً أشترط ما يجي أحد معنا أبد لا مدرسي ولا مرشد ولا عشان الشباب يخون روحتهم السابعة تنتهي يمشون الناس أوليالي مورج يطقوا الباب الطلاب ما يطلع ما يطلع لا خذ الله أبا أسمع شيء أنا ما عمري سمعته أبا تناقش ثم تكتش أصلاً معاناة الشباب وحدة لغتهم وحدة تجاربهم متشابهة ما يستثيرهم أثناء الحوار واحد يعني ابتسامتهم تعليقاتهم كلها وحدة شفتنا أغلب طلاب توسط طلاب ثانوي طلاب جانع طلاب يعني الهموم واحد فأنا أقصد إن شاء الله يعني مثل هذا الطرح في الحلقة هذه بغض النظر عاد الشباب والرقين يقص هذا الكلام ولما يقص أنا بالنسبة لي أود أود أن أكون أكثر قربة من الشباب أبغى واحد يجي كده يا رسول الله إذن لي بالزنان لما يضمن الشاب ردة فعلك العاقلة المتعقلة الهادئة بفضل فضلك الله بفضل فضلك ثم عادلت كيف تعالجها بطريقة تتناسب مع هذا الإنسان في ناس تردع المرؤة أترضاه لي أمك أترضاه لي أختك أترضاه لي وفي ناس ما تردعها يمكن يقولك إيه إيه إذا هي والله تبغز أختي معلي منها وجدت هذه الإجابات وجدت إن واحد يقول ألا بس راحة هاي حرية بس أنا تكلم عن نفس طيب هذا بشلون تقول ما زبطت إيه في ناس ما تيركب معها يمكن تشوف لحلول أخرى وتعطي أدوات وغيرها بعض الناس الجانب الإجرائي يفيده أنك تقوم وتحرك وكده وتمارس الرياضة وكده في ناس الجانب الوعظي هو الذي يفيده فعشان كده ما يقدر تطرح تطرح رأيي أو فكرة أو حل عام لكن في الجلسات الخاصة تحتاج وغيرها تكون يا أخي أكثر أبوة مع الشباب وأكثر أمومة أمومة على لديك أمومة طب أنا عندي اثنين تعليق يا سين اثنين تعليق الأول لا الأسلوب ترى الحوار النقاش هذا يشتخدم توجيه الرشاد بأنوان الرشاد الجمعي أحيانا ترى طرح المشكلة ما بينهم هم أحيانا نساعدون بعض نشوف الثاني وأحيانا نشوف الشفاء وأحيانا نشوف واحد كويس ترى هذا مهم جدا في قضية اللي هي الشهوات وهل هي قيد لك أو وش الأريح لك أنك تحمي نفسك من الشهوات ولا تغرق فيها كثير الظن دائما أن الشهوات سهلة وتراها أريح لك هي لي ما يباريح ترى بالعقس بالعكس يعني الغرقك في الشهوات هي قيد دون أن تشعر بالعكس تدخل في وحل ما تقدر تطلع منه بعكس إذا كنت أنت ضابط نفسك ولا جمهة هنا ترى أريح لك وأقدر على إدارة نفسك وحياتك إذا غرقت في هذه الشهوات خلاص تصبح هنا أنت عبد ولست سيد لكن وأنت قبلها وأنت تلزم نفسك هنا أنت سيد وحياتك 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 ترجمة نانسي قنقر